بسم الله الرحمن الرحيم بأن هذه السنة إن شاء الله الحملة اللي قاعدة تقاوم ضد الفورمولة ون راح تكون إن شاء الله جدا كبيرة يعني قد شاف الكثير من الناس بأن النواب البريطانيين حاليا 26 نائب بريطاني وقعوا على العريضة ضد هذا ضد السباق كذلك اتحادات عمالية بريطانية راح ترفع عريضة موقعة من أكبر اتحاد عمالي في بريطانيا اللي هو يسمى يونايت المساعي قاعدة تكبر منظمة مراسلهم بلا حدود وCPJ الأمريكية راح يقومون بحملة على تويتر راح توصل إلى ملايين من الأشخاص هاشتاقات عن شنو الانتهاكات اللي تصير في البحرين في تاريخ 6 أبريل الموقع احنا في إطار إعداد الموقع اكتروني اللي راح تكون فيه رسالة ستندرد الرسالة هذه راح ترسل إلى كل الفرق المشاركة في السباق كذلك راح نحط عنوين المتسابقين لدرايفرز أو السواق اللي راح يشاركون في البحرين عنوينهم كامل حملة على تويتر حملة عن طريق الرسائل الهائلة اللي ممكن توصل إلى السبونسرز أو اللي هو خلا نسميهم الراعين الرئيسيين الفورمولا ون كشركة نفسها الفرق المشاركة كل هذه راح تكون له توصلهم رسائل مثل ما كانت حملة ستوب دي شب منت الموقع راح يكون شيء مشابه إليها طبعا بالنسبة للحملة اللي راح تقوم بها منظمة أو CPJ ومراسلهم بلا حدود هذه راح تكون محددة في وقت معينة اللي هي تاريخ 6 أبريل المنظمات الحقوقية من ضمنها مركز البحرين لحقوق الإنسان بحرين ووش أمريكي ومن أجل ديمقراطية بحرين الستويتوت فور رايسان ديمقراطي وكذلك كثير من المنظمات الأخرى كلها راح توضح بالضبط شنو المطلوب من الجماهير اللي تسوي في هذه الفترة في هاشتاغ معين راح يكون كل هذه الأمور بتطلع في وقتها وبتعليمات جدا واضحة شون هذا الأمر بيكون يعني نطلب من الكل إن في وقت اللي هذا الموقع إن شاء الله في خلال هاليومين يدشن خلاص يعني المفترض إن الكل يبدي بالرسائل خطوة الرسائلة من نيونايت كذلك الفرقة الموسيقية الفرقة الموسيقية اللي دعيت إلى البحرين من أجل مشاركة في سباق الفورمولا 1 تصوروا بأن مو بس رفضوا طلعوا ببليك ستيتمنت ببيان يقول مدى وش سبب أسبابهم ليش هم ما بشاركون في البحرين وكذلك بينوا دعمهم إلى قضية الثورة البحرينية وأهم شيء كان العمل الموسيقى العمل فن اللي طلعوا به النغمة اللي كل شعب البحرين يحبها تن 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 اشتركوا في القناة